لعب جديد من النادي الاهلي يعلن هروبه رسميا عن النادي مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنا بحضراتكم من جديد في قناة اخبار عجلة فجر نجم جديد داخل النادي الاهلي مفاجأة من العيار السقيل بشأن هروبه عن النادي وعدم البقاء مع القلع الحمراء خلال الفترة المقبلة اللاعب حامد الرفاعي الشهير بميدو لعب فريق الناشئين بالنادي الاهلي موليد الفين اكد هروبه من قبل ازمة فيروس كورونا الى نادي الشريقة الاماراتي ولكنه عاد مرة اخرى عاقب فيروس كورونا وصرح اللاعب في تصريحات صحفية انه لعب مع النادي الاهلي في كافة فرق الناشئين وانه وجد اللاعب في مركز الظاهر الايصر في فريق موليد الفين وقال اللاعب انه لعب مع النادي الاهلي 11 مباراة في الموسم الماضي في بطولة الجمهورية مؤكدا انه رحل الى نادي الشريقة الاماراتي قبل خوض المباراة رقم 12 مع النادي الاهلي اللعب أكد أن ظروف كورونا تسببت في عدم قيده في فريق الشارقة الإماراتي ميدو شارك مع فريق الشارقة الإماراتي في مباريات ودية كثيرة وأدم مستوى جيد وأكد أن سبب عدم القيد مع فريق الشارقة الإماراتي كان بسبب إرسال خطاب للاتحاد المصري لمعرفة موقفه من القيد مع النادي الأهلي ولكن تأخر الرد من قبل الاتحاد المصري بسبب عدم فهم بعض الكلمات في خطاب الشارقة الإماراتي وجاءت أزمة كورونا فتم عودة اللاعب لمصر في يونيو الماضي الرفاعي قال ان عقب عودته الى مصر تلقى اتصالات هاتفية مع احمد عيد اداري فليق 99 من اجل الانتظام في تدريبات الاهلي وتم توجيه اللوم لللاعب بسبب هروبه عن النادي اللاعب صراح انه لم يجد معاملة جيدة من قبل فتح مبروك رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادي الاهلي خاصة وانه طلب منه التوقيع على بياض مقابل الحصول على 100 الف جنيه في الموسم اللاعب رفض بسبب انه كان بيشارك بشكل اساسي وهناك لاعبين اخرين لا يشاركون ويحصلون في الشهر الواحد على 15 الف جنيه واشور لاعب الاهلي الناشئ انه عقد جلسة مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين الحالي لشرح ظروفه الصعبة بالاضافة الى توقيع عقد جديد وتقديره بالشكل المناسب وبعد قيامه بشرح ظروفه الصعبة لخالد بيبو قام خالد بيبو بمنحه 500 جنيه ليقوم بتصريف اموره بشكل مؤقت مما اثار غضب اللاعب واعتبر ان ما قام به بيبو غير لايق خاصة وان لديه التزامات خاصة مثل ايجار شقةه والتي يصل الى 2700 جنيه شهريا واختتم اللاعب حامد الرفاعي الشهير بميده تصريحاته بانه شعر بسوء معاملة من قبل النادي الاهلي ولن يتراجع عن قراره بالهروب مرة اخرى خاصة وان النادي الاهلي قرر عدم قيده في قائمة الموسم الجديد في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد ياريت لعجبك الفيديو اضغط لايك اما لو كنت بشاهدنا للمرة الاولى اشترك معنا في القناة وبفعل خاصة الجرس ليصلك اشعار بكل ما هو جديد لدينا شكرا لكم مشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة